مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع ورحمة بكم فيديو جديد سنستمع فيه لأول تعليق من الإعلام الجزائري لنهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب السينيغالي المباراة التي انتهت بتفوق السينيغال بهدفين لهدف وتوجاب باللقاب محل جزائري أكد بأن المغرب لعب شوط أول ممتاز لكن في الشوط الثاني الجهد البدني أخانه وأكد بأن الحض كان إلى جانب السينيغال مرة أخرى والمغرب كان أفضل في هذه المباراة وفي هذه الدورة وأكد بأن ضربة جزاء للسينيغال هي التي غيرت مجريات هذه المباراة وانتقد كثيرا منح جائزة أحسن حارس للسينيغال وقالك الحارس للمنتخب المغربي هو الذي يستحق هذه الجائزة لأنه قدم مباريات رائعة في هذه الدورة خاصة أمام منتخب مالي قالك دار خطأ واحد فضل مباراة وحرمه من أفضل حارس في هذه الدورة إذن إخواني خليكم استمعوا بعجال لما قاله الإعلام الجزائري على المدرب دي المنتخب الوطني المغربي سايد شيبا وكذلك على حارس المرمى والأداء دي الأشبال الأطلس في هذا النهائي وانتم ما تشاهدوا الفيديو ما تبخلوش عينا باللايك وشاركوا في القناة وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ينا أول بأول تحياتي لكم وديما لكم